أثمانا صباح ندعم عدنا مع مجاز الأهم الأنباء مع دينا شرفت فضل يا دينا شكرا لك جمانا أثمانا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح سيسي دعم مصر الكامل لأمينة عن منظمة التعاون الإسلامي في مهمته بالنظر لحجم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي والتي تستوجب تعزيز التنصيق والتواصل تحت مظلة المنظمة لخدمة قضايا الأمة الإسلامية وخلال استقباله أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه أعرب الرئيس سيسي عن التطلع لتعزيز عمل المنظمة من خلال إثثمار ما تمتلكه مصر من مؤسسات إسلامية عريقة تتحلى بالمصدقية على المستويين الإقليمي والدولي بما من شأنه الإسهام في تقديم العالم الإسلامي للمجتمع الدولي وفق مبادئ صحيح الدين وضحض الأفكار والأنماط السلبية التي تنشرها تنظيمات والكيانات المتطرفة والإرهابية قررت محافظة البحيرة والإسكندرية ومطروحة تعطيل الدراسة اليوم بجميع المدارس بسبب التقلبات الجوية ففي محافظة الأسكندرية تم تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية فقط للصف الرابع الابتدائي إلى الاثنين الثالث عشر من ديسمبر وفي محافظة مطروح تم تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي إلى الأحد الثاني عشر من ديسمبر أعلن التوازارة الصحة والسكان عن خروج 1109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمامي شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي متعافين من الفيروس إلى 303368 حالة وفي بيانها اليومية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 889 حالة إيجابية جديدة و51 حالة وفاة ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد مؤشرة على أن أوميكرون يسبب مرضا أشد مقارنة بالمتحورة دلتا وأضافت المنظمة بأنه ليس هناك أي سبب للشك بأن اللقاحات الحالية المضادة لكوفيد تحمي من المتحور الجديد أقر مجلس النواب اللبناني عددا من القوانين وعلى رأسها التعديلات الخاصة بقانون البطاقة التموينية والتي تسمح بمساعدة الأثر الأكثر احتياجا بلبنان وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب وافق المجلس على قانون من خارج جدول الأعمال برفع غرامة من يمتنع عن أغذي لقاح كورونا من 50 ألف إلى 250 ألف ليرا لبنانية مع الإشارة إلى أن هذا القانون لا يلزم أغذي اللقاح إنما يعرض من ينشر الوباء إلى هذه الغرامة وأقر مجلس النواب تعديل قانون العقوبات للتغليض عقوبات الجنايات والجنح المرتكبة بحق الأطباء ومعاونيهم أعلن التحالف العربي تدمير منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مئرب وكما أعلن أن القوات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مصيرة في أجواء اليمنية وكان التحالف أعلن في وقت سابق سقوط مغذوف لمعاد بالقرب من أحد الطرق العامة والأسواق الشعبية في جازان وفي بيان نقال التحالف العربي إن محاولة قوات الحوثي لاستهداف المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة هي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنسانية بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولور تعزيز العمل المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب والتعاون في قضايا مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب ومواجهة التدعيات الخطيرة للتغير المناخية واستعرض الجانبان التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل والتأكيد على ضرورة تخفيف التوترات واستخدام اللغة الحوار في حل المسائل العالقة بما يدعم إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة حظ الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع افتراضي بينهما من أن الغرب سيفرض إجراءات اقتصادية قوية وغيرها على روسيا إذا هاجمت أوكرانيا في حين طلب بوتين ضمانات بأن حلف شمال الأطلسي لن يستمر في التمدد شرقا وفي وقت سابق قال مستشفى القومي الأمريكي جاك سوليفان إن بلاده ستعمل على تدعيم دول الأعضاء في حلف الأطلسي في أماكن مثل دول البلطيق وذلك بقدرات إضافية لطمعنتهم في حالة تعارض أوكرانيا لهجوم روسي مضيفا أن الولايات المتحدة قد ترسل مساعدات عسكرية إضافية إلى كيرو كشفت الحكومة الألمانية أنه من المقرر أن يستلم المستشار الجديد أولاف شالتس منصبه اليوم وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زاي بيرت إن ميركل ستنتهي مهمها كمستشارة مع انتخاب المستشار الجديد وكانت المستشارة الألمانية ميركل قد منح ثقتها للحكومة الإتلافية الجديدة المرجحة انتهى مجد أثامنا في واصل ونعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا ناصر